تخيل عالما مصنوعا من المجاملات والنفاق وتكون الحقيقة ممتزدة بالسخرية كل هذه القواسم نشترك بها مع القرن الثامن عشر حيث فيلمنا ريدي كيول الذي تدور رحاه في العام 1783 ميلادي حيث يسعى أحد المهندسين الزراعيين للقضاء على الأمراض والأوبئة التي انتشرت في منطقته فيقوم بعمل مخطط لبناء سدود لتجفيف مستنقعات الأمراض لكنه يحتاج إلى الدعم المالي فيضطر إلى الذهاب في رحلة للقاء الملك لويس السادس عشر في فرسال ولكي تحظى باهتمام الملك يجب عليك أن تكون بارونة السخرية والضحك في مجتمع أساسه السخرية والنفاق فهل ينجح هذا المهندس في الوصول لمبتغاه؟ ما يميز هذا الفيلم هو تركيزه الكبير على شخصيات الفيلم واعتماده على الحوارات القوية التي تأثر المشاهد استمتعت كثيرا بمشاهدتي هذا الفيلم فهو بعيد كل البعد عن كوميديا هذه الأيام الكوميديا الرخيصة جدير بالذكر أن الفيلم نال عدة ترشيحات للأوسكار ومهرجان كان والغولدن غلوب والكثير ونال جائزة البافاتة فئة الأفلام الأجنبية وجائزة السيزار الفرنسية كل هذا يتطلب منك فقط أن تجعل هذا الفيلم من أولويات مشاهدك السينمائية القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة